السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي من جديد في القناة وان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير اليوم الوصفة تكون عبارة عن تحلية تحلية لذيذة جدا شكل رائع والأهم من هذا أنها كتوجد بسرعة يعني طريقة سهلة ومكونات في المتناول غندوزو المكونات وطريقة التحضير غنحتاجو علبة ونصف من البيسكوي أنا استعملت هنا بيسكوي مارية هذيك الأغليظة هي الي كجي أحسن في هذي تحلية ديالنا وعندي علبة من الكاكاو ما يعادي الكأس وغنحتاجو أيضا كأس من الحليب المركز المحلة وكأس من الزيت وكأس من اللوز اللي أحمرتو شوية غير في المقلع وقطعتو بالموس قطعوه وهو مازل سخون كي يكون ساهل غنخليوه يبرد عاد غادي نخدمو به في الوصفة ديالنا على بركتي الله غنبدو بتقطيع البيسكوي البيسكوي غننهرمشوه بهات الطريقة غنخليوه قطع شوية باينه باش كي يجي لمنظر ديالو باين زوين غنستمر في تقطيع البيسكوي بهات الشكل غنضيف ليه كأس من الكاكاو الكاكاو الحلو استعملت هني العلبة الصغيرة ديالكاوبيل كاتوزن كأس عنبه من الكاكاو وغنضيف كأس من الحليب المركز المحلة وكأس من اللوز اللي سبق وحمرته وقطعته قطع كبيرة شوية قطعه قطعة اللوز في النص غنخلطه جميع المكونات جيدا باش تدوب لنا الكاكاو مع الزيت والحليب المركز محلة غنجيب واحد المول غنغطيه بالبلاستيك الغذائي غنحاول نغطيه بطبقتين أو ثلاث من البلاستيك باش مني نحط فيها الحشوة ما تخرج ليش من البلاستيك نضغطه على البلاستيك الغذائي جيدا باش ياخد شكل المول ونوضعه في الحشوة مع الضغط باش تاخد شكل المول اللي غنغ اللي غا تختاره ونضعه في الحشوة هنستمر بهات الطريقة وانا كنعمر المول ضروري من الضغط على الحشوة بهات الشكل باش تاخد شكل المول ويخرج شكل ديالها في الاخير شكل جميل ومتناسق اشتركوا في القناة أوضعه في القناة مني غنكمل جميع الحشوة اللي عندي غنغطي من الفوق بالبلاستيك الغذائي جيدا ونحاول نضغط على الحشوة ديالي بهذا الشكل من جميع الجوانب نسوي السطح ديالها باش تكون في مستوى واحد ونقوم ومن بعد ما كملت من تسوية سطح الحشوة سنوضع المول ديالي في الثلاجة ليلة كاملة على الأقل أنا هنا حضرت الديسير ديالي بالليل وخليته حتى الليلة الأخرى وهنا من بعد ما خرجت تحلية ديالي من الثلاجة سنضعها في صحن التقديم بهذا الشكل هذا هو شكل تحلية ديالنا المذاق كي يكون رائع إن شاء الله تجربوها وتنال إعجابكم شكل رائع ومذاق لذيذ جدا نحن نحاول نقطع تحلية ديالي بهذا الشكل كي يجي الشكل ديالها رائع بهذا الشكل وكنقدموها باردة وكنقدموها باردة مرة أخرى شكرا لكم على المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته